السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبدالقدر فتح الله وانتوا بتشوفوني على قناتي انجليزي سهل ان شاء الله النهاردة هناخد او الفقرة دي هناخد language functions ازاي تتعامل مع سؤال المواقف ازاي ترد مع المواقف المختلفة هناخد ال preference وحناخد ال opinion likes or dislikes وحناخد ازاي تقول advantages و disadvantages يعني هناخد كل حاجة يا شباب ان شاء الله بتجيك في سؤال المواقف النهاردة وطبعا الحلقة دي بعدها على طول هيكون معنا حل تجريبي للاختبار الاول وبعده يعقبه حل تجريبي لاختبار تاني وبعد كده الساعة 9 ان شاء الله عندنا حلقة مهمة جدا مع مستر نيازي على قناته على اليوتيوب ان شاء الله الرابط هيكون متاح جدا على قناتنا على التليجرام للي حب ايه طبعا اشرفنا هنتكلم بقى عن الاختبار والاسئلة وانماط الاسئلة والتعبير ونتوقع الاسئلة المهمة ان شاء الله في سؤال التعبير باذن الله تعالى طيب تعالوا كده مع بعض علشان ما نطويلش عليكم ونبدأ مع بعض ببعض الشرح قبل ما نبدأ مع سؤال المواقف عندي language functions اسمها الوظائف اللغوية علشان تعرف ترد في المواقف المختلفة لازم تتعلمها تمام انا عندي اول حاجة ال preference زي ما انتم شايفين اللي هو التفضيل preference معناها التفضيل لما تيجي تقول i like i prefer i'd like i will be fine لما تيجي مثلا تختار حاجة وتقول will be fine يعني مثلا انت عاوز تاكل حاجة having مثلا pizza will be fine تمام اوكي ده بالنسبة لل preference اللي هو ببعناء التفضيل طيب ال opinion الشباب اللي هو لما تيجي تقول رأية او تعطي رأية او تسأل على رأية او كده بتستخدم العبارات دي شباب i think يعني اعتقد مثلا انت بتقول على الاجزام سهل فبتقول i think the exam is easy اوكي i believe لما تيجي تقول انا اؤمن انا اصدق as i see كما ارى for me to me يعني لي او بالنسبة لي وتبدأ تقول رأيك طيب ده بالنسبة لل opinion تمام عندي هنا ال likes لما تيجي تقول انا احب حاجة فبتقول ايه i like سهلة جدا زي اللي فاتت كده زي التفضيل بالزبط i prefer i like او i love طيب dislike لما تيجي تقول انا اكره تقول i dislike او i don't like سهلة جدا i dislike i don't like تمام طيب لما تيجي تعد المزايا او تعد المزايا بتاعت حاجة معينة مثلا تتكلم عن الموبايلز او الكمبيوتر جيمز او doing sports او اي حاجة من الموقف اللي ممكن تتعرض لها في الحياة فممكن تقول it has يعني بها وتبدأت تذكر ايه المحسن بتاعتها you can't تقدر اوكي it helps يعني ممكن تساعدك في شنو تبدأ تقول طيب لو this advantage اللي هي ان اه اللعيب او المساوء بتاعتها it doesn't have يعني ليس بها مثلا انت بتتكلم عن امكانية معاناة في جهاز معين فبتقول it doesn't have اوكي you can't ما تقدرش مثلا يعني انت مثلا بدي عندك موبايل قديم شوية فتقول you can't call everyone اوكي مثلا you can't send messages you can't log on the internet ما تقدرش تشترك بالانترنت مثلا لو جهاز قديم اوي it leads to ممكن تؤدي الى it leads to التعبرات دي جميلة جدا من مستر وليد طبعا بنشكره ننتهز الفرصة كده ان احنا نشكره كان نحل معنا سؤال الترجمة وكانت بصراحة يعني اعداد جيد وتوقع جيد لأسئلة مهمة والطريقة والاعداد بصراحة كان شكل جيد جدا يا مستر وليد شكرا جزيلا على اللي قدمته واللي بتقدمه معنا دلوقتي في الورق بتاع حضرتك language functions تمام يلا بينا نكمل مع بعض لما تيجي تقول planning لما تيجي تخطط لحاجة تقول I will I'm going طبعا نحن عارفين كلمة going to دايما بتيجي مع future plans او future اللي هي الخطط المستقبلية تمام ممكن تقول I will او I'm gone I'm going to تمام asking for permission لما تيجي تطلب الاذن تطلب الاذن الحاجة مثلا can I may I could I is it possible for me to can I may I could I could I is it possible for me to وتبدأ تقول ويا حفزة بقى لو استخدمت الpolite request وتقول please في الاخر تمام could I please would you mind تعرف الاسلوب ده would you mind يعني هل تمانع would you mind if هل تمانع لو تمام اوكي طيب بالنسبة ال asking for advice لما تيجي تطلب النصيحة تقول اي what would you recommend me to do يعني تذكي لي ان افعل شنو توصي بيش لي بشنو ان انا افعله what should I do يعني شنو يجب ان افعل ماذا يجب ان افعل what would you do if you were in my shoes لو انت كنت في مكاني كنت هتعمل ايه what would you do if you were in my shoes اوكي طيب ده بالنسبة للنصيحة عندي كمان making recommendations التوصيات شباب I advise you to يعني انا انصحك and I recommend to to انا اذكي او انا اوصي بي you should you shouldn't you should you shouldn't if I were you I would لو كنت مكانك كنت if I were you I wouldn't لو كنت مكانك ما كنتش اوكي بنستخدم دايما الاسلوب ده في النصيحة يا ابطال طيب بعد كده نيجي للقسم الثاني وهو قسم suggestions suggestions اللي هي الاقتراحات يا شباب لما تيجي تقترح فكرة معينة فبتقول I suggest يعني انا اقترح او I recommend انا اوصي what about يعني ماذا عن وتيجي ال verb plus يعني ماذا عن how about going to the sea going to the cinema اوكي لا بالنسبة and you should you ارناها شباب تمام ما بيجدع علي تكرار طالما ارناها yes عندي agreement اللي هي الاتفاق لما تيجي تتفق واحد يقول رأيي معين وبيقول as I believe as I think فانت تيجي تقوله I agree with you لو انت متفق معه طيب لو ممكن تقول you are right يعني انت محق انت على صواب right حسنا اوكي طيب بالنسبة للdis agreement بقى بالنسبة للاختلاف او عدم الموافقة I disagree with you I disagree with you I don't agree with you انا لا اتفق معك you're wrong you're absolutely wrong you're mistaken لكن انت مخطئ اوكي طيب لما تيجي تشكر واحد او تشعر بالعرفان thank you gratitude اللي هو العرفان او الشكر thank you thank you اوكي thank you اوكي I appreciate I appreciate يعني انا اقدر انا اقدر ما فعلت I appreciate your advice انا اقدر نصحتك I appreciate your help انا اقدر مساعدتك I'm grateful I'm grateful يعني انا ممتن I'm grateful I'm thankful okay responding to thank you لما واحد يقولك thank you thank you so much فتقوله you're welcome you're welcome يعني اهلا بيك طبعا فيه جابات كتيرة جدا لو حبيت ترد على الشكر يا شباب طيب بالنسبة لل opinion قلناها مرة من شوية I think I believe as I see for me to me As far as I'm concerned As far as I'm concerned يعني على قدر اهتمامي اوكي suggestions احنا دايما بنقولها كده يعني حتى الترجمة بتاعتها مش مش واضحة اوه بالعربي ولكن As far as I'm concerned يعني من وجهة ناظري يعني تمام suggestions الاقتراحات I suggest I recommend How about why don't you وطبعا giving advice مش عايزين نكرر لان الحاجات دي احنا اخذناها فوق يا شباب تمام جدا طيب الكلمات دي بقى اللي انت شايفها كده يا بطل حاول تقرأها كده انت معي someone احدا ما ممكن تستخدمها في المواقف a friend of yours يعني صديق لك your neighbor say الماضي منها said معناها يقول او قال tell الماضي منها told معناها يخبر او اخبار في الماضي يعني we الفعل want you read borrow intend معناها ينوي like prefer معناها يفضل او يحب think thought buy bought spend spent معناها يقضي او يصرف no يعني يعرف او عرفة waste معناها يهدر او يضيع تمام يا بطل وعندي decide وعندي يقرر lend يعير او يسلف busy مشغول receive يستقبل gift present هدية invite يدعو but لكن opinion order ببتيج بمعنى يطلب cousin معناها ابن العم او بنت العم describe معناها يوصف improve معناها يحسن little معناها صغير explain explain طبعا explain معناها يشرح explain تمام تمام تعال كده ناخد العمود الثاني ده طبعا يشكر مستر وليد ان هو بيفكر حتى في الكلمات اللي ممكن تجيلك في الموقف وتعطلك ما تخليكش تفهم الموقف عندك suggestion معناها اقتراح understand معناها يفهم متضايق مال board او فيرب يموت موت die death عنف violence اذن permission حديقة او يصف يصف بارك او يصف 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 المصفت يعني plan خطة او يخطط plan مقابلة interview يتنبأ predict يعتقد believe يعرض عرض offer خاص special يقدم يا شباب معناها submit يعني يسلم يعني اوكي يحسن improve البوكة والمحفاظة معناها wallet يخسر يضيع lose lost يرفض refuse كلية college ينضم معناها join عرض يبين معناها show لا اعرف don't know يتبع follow يندم regret يفوز او يربح win one يحكم معناها judge او الحكم او القاضي طبعا stock معناها محصور اوكي يقنع او يقنع persuade challenge معناها تحدى wonder يعني يسأل او يتسال appearance معناها المظهر يا ابطال تمام طيب دلوقتي احنا خدنا الكلمات وخدنا ازاي نرد مع المواقف المختلفة بس هنا بقى ردود شائعة في المواقف لما تجي تقول انا اتفق معك I agree with you انا لا اتفق معك I don't agree with you وهذه الصفحة مهمة يعني انا شايفة لو حفظت الصفحة دي حيبقى كافي قوي هذه فكرة جايدة It's a good idea لتفعل ذلك don't do that don't do it طيب لما تجي تقول احذر هذا الخطر Be careful It is dangerous هل استطيع ان اسعدك Can I help you من فضلك هل تستطيع Can you me please هل تستطيع ان تدولني على الطريق Can you show me the way please هل تكرر ما قلت من فضلك Can you say it again please انا افضل I prefer انا اسف I'm sorry لا اعرف اسأل ابك I don't know You can ask your dad You can ask your father هذا سيد جدا I think it's very bad طبعا كلها مواقف سهلة جدا شباب يشكر مستر والد والله مجهود طيب هذا جيد جدا I think it's very good ارجوك وافق من فضلك Come on أنا ألومك I blame you شكرا كنت اتمنى عدم فعل ذلك I wish I hadn't done it I wish I hadn't done it انا انصح I advise you too يجب عليك يجب عليك لما لا تسأل والدك او معلمك Why don't you ask your father teacher هيا لما نروح نعمل مثلا فكرة معينة نذهب مثلا للنادي Let's Let's go Let's go to the club أنا سوف عندما كنت When I was When I was When I was When I was studying لو كنت مكانك كنت If I were You I would لو كنت مكانك لا فعلت سلام والله مستمتع بالمواقف بتاعتك يا مستر وليد Thank you very much again طيب دلوقتي احنا معانا بقى شباب مجموعة مواقف تعال نرد على المواقف دي زي ما انتم شايفين كده مع بعض Your mother doesn't know how to operate the new washing machine يعني امك اشترت غسالت ملابس جديدة وماش عارفة شغالها فانت بتعبدأ مساعدتك فبتقول ايه بقى انت Can I طبعا هنا بالعربي خلينا نكتب بالانجليزي Can Can I Can I help you 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 حتى بس Can I help you تمشي يعني هل لي انو ساعدك Can I help you سهلة جدا طبعا في حاجات كثيرة ممكن تقولها انا حكتفي بهذه Your friend suggested that you reach the speed of يا ساتر 250 km per hour in your sports car يا ساتر انت ماشيت بسرعة 250 km في الساعة بالساعدة الرياضية بتاعتك فهو suggested that you reach يعني بيقول لك يوصل بالسرعة دي يعني علّ السرعة قوي بالسرعة اللي هي المميتة دي يا شباب فهنقول له ايه هو بيقترح عليك بيقترح حتى لو that you انت انت اللي تسوي الحركة السيئة دي فانت حتقول له ايه No Yes No It's A It's A It's A Absolutely Dangerous It's Absolutely Dangerous يعني خطر للغاية اكيد و ايه We Will We Will We will die Will be killed Will Be killed يعني سوف نقتل هنموت يعني طبعا طبيعي في الموقف ده اكيد اللي هيحصل وعلى فكرة شباب نسيت اقول لكم بالنسبة للانجوش فانشنز يعني كلما كانت الاجابة simple وهي صح تكون short to simple بس تكون meaningful وتؤدي الغرض يبقى كافي جدا مش لازم تكتب السطر كله تمام The teacher asked you Which way you choose to do the project alone or in groups Which way you choose ايهما تحب تعمل المشروع شلون لوحدك ولا في من الجمعات طبعا انت بالنسبة لك ممكن تقول ايه I I'd like To work With My Classmates طبعا يعني انشاء شوية علشان بس In groups احب اشتغل مع ربعي مع اصدقائي في البصل In groups وتقدر تقول In groups please In groups please I like working in groups في اجابات كثيرة جدا شباب يلا بينا نكمل عندك هنا بيقولك Your sister says that learning French is better than learning English You're dreaming يعني واحد بيقول دي ويجت نظري الفرنسي احسن من الانجليزي في الدراسة ايه رأيك لدرس فرنسي قولي شباب انا درست في فرنسي No I don't think so I disagree I disagree علي اساس ان ايدي ايه شباب اكتب ازاي انا Dis agree يعني انا لا اتفق I disagree with you خلينا نقولها كده وتبقى كافية جدا I disagree with you With عليش شباب I disagree with With you يعني انا لا اتفق معك ايه انا لا اتفق معك ايه او انا لا اتفق معك انت حر صديقك بسوء السيارة بدون ارتداء ايه بدون ارتداء حزام الامان فتقول له ايه هذا خطير معروفة طبعا اني دي خطيرة تمام You shouldn't ها ممكن نقول له دي كمان You shouldn't ايه You shouldn't do that You shouldn't do that Yes You shouldn't do that إجابة سهلة يعني المفروض ما تعملش كده عيب انت كبير يعقل تمام That's it طيب بعد كده بنقول ايه Your teacher asks you about the future plans after graduation يقول لك هتعمل ايه يا بطل بعد التخرج ان شاء الله خطتك المستقبلية هتعمل ايه خليك يوتيوبر تمام Yes Your teacher asks you about the future plans after graduation ها تعمل ايه بقى لو انت بعد الكلية كده لقيت نفسك فاضي فتعمل ايه يعني مثلا ها مثلا تستخدم هذه I'm gonna Or I'm going ها To Be زي ما قلتلك كده ايه رأيك يمكن اليوتيوب على ما تتخرج يكون تلغى يوتيوبر اوكي ممكن شعر داعرف Who knows I'm going to be a youTuber A youTuber اوكي Yes I'm going to be a youTuber هاكون يوتيوبر تمام طبعا احنا عارفين ابو فلا تحيات ابو فلا انا والله عجبتني الشخصية دي على فكرة صحي شاب الصغير ولكنه مكتهد بيعمل اعمال خيرية وانا بصراحة يعني لو وصلته الرسالة دي اكون شاكر جدا صحيح تحيات ابو تحيات ابو تحيات ابو ايه احد ربعك احد اصدقائك بيقولك تحيات ابو يعني يقول لك لا دا استفاد مضيعة للفلوس فانت طبعا اكيد هتختلف معنا طبعا ممكن تقول له العبرة دي يعني انا لا اعتقد هذا إجابة سهلة وبسيطة طيب بعد كده بيقول لك بيقول لك ادرس بروحك وانت عاوز تدرس مع ربعك فانت بتقول لها تقول لها كده ها كمان كمان مام كمان مام طبعا ممكن تحط بعد كمان ممكن تحط فصلة كده كمان مام وتحط نقطة كده بعد ايه بعد مام موسيقى موسيقى على اساسين الفعل League بجورة موسيقى موسيقى یا اتجا resist عندي الأزحارت Foregar في هذه الناس إما قessen برحال بيا allá المدرسة وانت بتطلب من المدرس ان هو يساعدك فانت حتقول له ايه ها تطلب المساعدة بقى كوديو ها يس مع المدرس استخدم وسلوب الايه الطالب المهذب كوديو كوديو help me. كوديو help sorry. كوديو help me. Could you help me to conduct? To conduct the. Could you tell me? Could you help me? Could you help me? Could you let me? Could you tell me? Could you tell me how to? أحسن. Could you tell me how to how to كيف اجهز? تمام الشباب? ممكن اقول لها كده ها كودي تل مي هاو تو كندوكت مي ريسرش بليز? يس اللي جابه كده سهلا. نكمل بقى ابطال. عندي هنا شوية مواقف تانية هي تلات مواقف في يعني في اخر الحلقة. حلقة بسيطة كده. سهلة طبعا. انت عارفين مواقف فيها يا شباب سؤال مضمون يعني يعني عب عليك لو انت ضيعت درجة. تمام? رحت المركز العلمي ووصيف لي بقى يا بطل عملت ايه هناك في المركز العلمي طبعا معروف. هتقول له بقى. عارفين الاكواريوم اللي هو حوض الاسماك. اللي هو الحوض الموجود في المركز العلمي. يا ترى هو انا غلطا ولا ساينس سينر ده حاجة ثانية صح حولي انتوا بقى في التعليقات. هل نقل المثلا احنا بنتكلم عن حاجة عن زيارة. وممكن تقول اي انجواي دلات. يعني انا استمتعتي كثيرا. يس سهلة جدا شباب. موقف سهل جدا. طيب بعد كده عندك واحد وعشرين. يعني هو بيقول لك النقل العام بساطة والحاجات دي ملهاش فايدة وانت بتقول لا فايدة هتقول له ايه ديز اغري اي ديز اغري خلينا نكتبها اي ديز اغري هانقول ايه اه 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 بير فولا شفور يا شباب يعني وركرز او هارد وركرز هارد يعني شفيكو اكتبوا صح هارد وركرز هارد وركرز ايه ايه To reach home يعني حتى لو مش للدوام العودة للمنزل يعني. No, I disagree with you. Hard workers use it to reach home. بيستخدموها علشان يصولوا للبيت. Yes, كل الدنيا بتستخدمها. A friends just having a party this week. Yet it is exam time and you have much study. في حد يعمل حفلة في الأيام دي. طيب ليك نفسي طيب. Okay, a friends just having a party this week. yet it is exam time and you have much study. Okay, how so? How so يعني شلون يعني. How so? مجنونا. طيب. هنقول له إيه. Yes, I'm very. I'm very busy studying. Yes, I'm very busy studying for the exams. يعني أنا مشغول جدا بإدراسة للإختبارات. طيب شباب كده إحنا خلصنا ولله الحمد لإيه الأسئلة والنماذج كلها. نرجع تاني للصفحة الرئيسية إن شاء الله تكونوا استفدتم صح هي حلقة خفيفة لايت كده. يعني يعني بعد الحاجات الكثيرة اللي إحنا درسناها للقواعد. الكلمة سئلة الكتاب. الشي اسمه. الساتبوك والترانزليشنز والتعبير الوصفي والتلخيص. بالمناسبة أنا كنت أعمل حلقة عن التلخيص مهمة جدا شباب. ممكن تسمعوها إن شاء الله حتلوهم موجودة في قائمة التشغيل للصف الحدي عشر تمام. بس كده إن شاء الله بعد كده حنبدأ على طول مع بعض حل النماذج التجربية. اختبار وراء اختبار ونختم مع الأستاذ نيازي من الساعة تسعة مفتوح. ممكن الساعة 11 ممكن للساعة 12 على حسب ما نخلص بإذن الله تعالي. That's it. Thanks for watching. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.